موسيقى نعود أعزائي المشاهدين ونواصل نقاشنا مرة أخرى دكتور عمر الجازي أثناء الحديث قبل الفاصل كان عندك بداية لمراجعة تاريخية سريعة حول موضوع السياسة الاستيطانية وموضوع القانون وموضوع الموقف إسرائيلي يعني بلا شك يجب أن نشوف السياق التاريخي لأي قانونه وهذا القانون جزء من ثلاثين قانون استيطاني استخدمته إسرائيل لفرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية وتم استيلاء على ثلاثمائة قرية عربية في فلسطين التاريخية عن طريق هذا القانون بما يعادل حوالي أربع ملايين ونص درم هلا النبذة التاريخية أنت تعرف أن أيام الأمبراطورية العثمانية والدولة العثمانية كانت تطبق الشريعة الإسلامية وكانت تعامل اليهود كمعاملة أهل الذمة الذين هربوا من الأندلس ومن البطش الإسباني خلينا نحكي هناك فمكن اليهود من شراء العقارات بدون أي عوائق إدارية القانون العثماني عام 1867 سمح التملك الأجانب بينهم اليهود عندما استشعرت الدولة العثمانية الخطر من هذه الهجرة اليهودية المبكرة منعت دخول اليهود لفلسطين ثم عدلت ذلك بقانون 1888 منعت اليهود من الدخول لفلسطين إلى لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهر ولكن للأسف تطبيق هذا القانون لم يتسم بالصرامة استغل اليهود الفوضى في الدولة العثمانية وتمكنوا من امتياع مساحات شاسعة في فلسطين لإقامة مستعمراتهم الخطورة لما يجعل الانتداب البريطاني ورث أراضي الدولة العثمانية أغلق مكاتب تسجيل الأراضي باعتبارها تدير أراضي دولة محتلة صار هناك إدارة مدنية بقيادة الصهيون البريطاني هيربت سامويل والبند السادس من صك الانتداب على فلسطين سهل الاستيطان اليهودي أجر الأراضي إلى حدود طويلة وسع أملاك الدولة والذي يسمى بأراضي الميري أقر قانون أراضي المواد صادر أراضي جفتلك وضع دستور فلسطين الذي ودعته بريطانيا وأعطى المندوب السامي الحق بالتصرف بكافة الأراضي وضع قانون تسوية حقوق ملكية الأراضي والفعادة البريطانية أصبحت شركة ما تسمى بشركة تطوير أراضي فلسطين هي الوسيلة الرئيسية أو الوسيلة الواصلة الرئيسية لشراء الأراضي وألغطني أنظمة نقل ملكية الأراضي عام 1940 وصدر قانون المناطق المتركة عام 1980 لأعطى الحكومة الحق في نزم ملكية مصادر الممتلكات لسد كل هذه الثغرات القانونية جاء قانون الأملاك الغائبين عام 1950 الذي استهدف أراضي الغائبين طيب نعم